بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي حديثنا اليوم عن الوحدة القرائية الكفاية القرائية سنتعرف عن بداية هذه الوحدة ودري الوحدة وما يهمنا من أنشطة في هذه الوحدة وما الذي ستدرسوا أيضا في هذه الوحدة شاركني بتقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة للسادة يسرى الشهري نحن في وحدة تدريبية ثالثة في الكفاية القرائية بعنوان القراءة السريعة القراءة السريعة دليل الوحدة قبل أن نبدأ أو ندلف إلى موضوعات هذه الوحدة أو أنشطتها لا بد أن تعرف من الذي ستدرسه في هذه الوحدة هنا في دليل الوحدة عنوان الوحدة القراءة السريعة وهذا هو العنوان للوحدة موضوعات الوحدة أو التي سندرسها بإذن الله تعالى في هذه الوحدة نلاحظ هنا المراحل الأربع للقراءة المراحل الأربع للقراءة أنواع القراءة السريعة بحسب الهدف والعمليات هذا النوع الأول أنواع القراءة السريعة بحسب الهدف والعمليات هي قراءة التمشيط وقراءة التصفح والقراءة الانتقائية أيضا هنا قراءة النصوص الوظيفية قراءة النصوص الوظيفية كذلك القراءة على الإنترنت هذه كلها تدخل في المراحل الأربع للقراءة أيضاً استراتيجيتان لتسريع القراءة القراءة الذكية ومنظم القراءة ومنظم القراءة إذن هذه هي أهم موضوعات الوحدة التي سندرسها بإذن الله تعالى في هذا الدرس وفي هذه الوحدة طبعاً هنا أهداف تدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتصفح الكتب والمقالات والإنترنت بكفاءة عالية أيضاً يتوقع منك بإذن الله تعالى أن تقرأ بسرعات مختلفة متأنية، بطيئة، سريعة فائقة السرعة بحسب الهدف من القراءة ونوع المقروء أيضاً يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أيضاً أن تتخلص من المشكلات الستة التي تحد من سرعة القراءة وسنعرفها بإذن الله أيضاً تستخدم استراتيجية القراءة الذكية ما هي استراتيجية القراءة الذكية؟ يساوي هنا التركيز زائد القفز بنجاح هذه تسمى استراتيجية القراءة الذكية أيضاً تستخدم منظم القراءة بالزيادة من سرعة القراءة أيضاً هنا تقرأ بسرعة تفوق لاحظ هنا السرعة مقدرة لسرعة القراءة بإذن الله في نهاية هذه الوحدة يتوقع منك أن تصل إلى هذه السرعة في القراءة 350 كلمة في الدقيقة 350 كلمة في الدقيقة تقريبي طبعا وهذا هو اللي توقع منك مع فهم تفصيلات الموضوع وهذا هو الهدف أن لا تقرأ فقط قراءة بدون أن تفهم التفصيلات أيضا تستفيد من أعراف الكتابة لزيادة سرعتك القراءة وهذه مهمة جدا لأن أعراف الكتابة هي تساعدك على سرعة القراءة كذلك تستخدم التعليقات والتلخيصات ورسوب التذكر لزيادة الفهم والاستيعاب هذه هي أهم الأهداف التدريبية التي تتعلق بإذن الله تعالى بنا في هذه الوحدة والتي ستوقع منك في نهاية الوحدة أن تكون قد أتقنتها لاحظ معي هنا أرشادات قبل أن نبدأ أيضا في هذا الدرس أو في درس الأول للقراءة أو الوحدة القرائية هنا أرشادات المتعلم هنا تدربت في المستوى الأول اللغة العربية واحد على خطوات القراءة أسئلة ما قبل القراءة القراءة التمهيدية السريعة الخطوات الخمس للقراءة المركزة أسئلة ما بعد القراءة استراتيجية التركيز وكلها متطلبات أساسية للتمكن من مهارات هذه الوحدة فحاول مراجعتها وتطبيقها في دراستك لنصوص هذه الوحدة القراءة السريعة ليست مجرد استراتيجية القراءة بل إنها ضرورة تحتمها مقتضيات العصر والانفجار المعرفي هذا هو هدف أنها أصبح ضرورة القراءة السريعة ما لم تكن قارئا سريعا فلن تستطيع متابعة السيل الجارف من المعلومات التي تتزايد كل يوم إن القضية قضيتك و أنت الذي ستقرر ما إذا كنت راغبا في تطوير سرعتك القرائية القراءة هي عملية تكوين المعنى ما لم تحصل على المعنى فأنت و من لم يقرأ سواء إذن ليس فقط القراءة مجرد القراءة أو قراءة لا أحرف و أنما فكر رموز كما قيل و أنما فهم المعنى هذا هو الهدف إن القراءة السريعة التي تفوت المعنى لا قيمة لها اقرأ سريعا و اتجه صوب المعنى بكل قواك التركيزية ساهم في تكوين مكتبة خاصة للفصل أحضر كتابا مختارا أو مجلة و أودعها مكتبة الفصل لتكون مادة للتدريب تستفيد منها أنت و زملائك و كذلك القراءة السريعة أيضا مهارة مركبة تحتاج إلى تدريب مكثف ربما لا تفي به الدروس المخصصة لهذه الوحدة قد لا تفي به الدروس مخصصة لهذه الوحدة اجعل القضية قضيتك الشخصية و اقتطع خمسة عشر دقيقة من كل يوم للتدرب الذاتي على السرعة القرائية و هذا المقصود أن القراءة السريعة يعني يتحتاج إلى تدريب مكثف تدريب مكثف حتى تستطيع بعد ذلك أن تقع و هدف القراءة فقط ليس القراءة كما قلنا و إنما هو الفهم هو الفهم الوحدة التدريبية الثالثة نشاطات التعلم نبدأ في نشاطات التعلم لهذه الوحدة و هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول و مشاهدة هذا الدرس استعم بمراجعك القرائية هنا الأول يقول في القراءة هي عملية تكوين المعنى من نصوص مكتوبة و يمكن القارئ أن يصل إلى مستويات متدرجة و متفاوتة من الفهم حدد مستوى الفهم من المهارات الآتية لاحظ هنا مستوى الفهم و هنا المهارات الأساسية المهارات الأساسية المهارة الأولى التعرف على معاني مفردات المعجمية و الإصطلاحية تحديد التفاصيل وتذكرها وتعرف على الأفكار المصرح بها في النص فهم تنظيم النص و بنائه و اتباع التعليمات هذه في مستوى الأول ما هو أيضا استنتاج الأفكار غير مصرح بها واستخلاص النتائج تتبع الجزئيات الوصول إلى حكم اللي لم يصرح به فهم الأهداف الحقيقية غير المصرح بها التنبؤ بالأحداث التعميم التعرف على وجهة نظر الكاتب تفسير و مشاعر و تحليل شخصيات التعرف على شخصية الكاتب و بيئته هنا أيضا في أي مستوى تدخل كذلك التمييز بين الحقائق و الادعاة و الآراء التمييز بين المعلومات المرتبطة بالموضوع و غير المرتبطة به تحديد مستوى الدقة العلمية أيضا تحديد مصداقية مصدر المعلومات تحريد تحييز التعرف على عدم الاتساق في مساري التفكير أو الاستنتاج تحديد قوة البرهان أو الادعاء التنبؤ بمترتبات القرار أو الحل هنا في أي مستوى تدخل لاحظ هنا في الرابع كتب هنا المستوى الإبداع في ضوء النص إعطاء حلول و مقترحات بديلة حل المشكلات والكتابة في ضوء المقرؤ أنا أجزم بأنك قد عرفت أهم المستويات ما المستوى الأول؟ أحسنتم مستوى الأول هو الفهم الحرفي هو الفهم الحرفي هو التعرف على معاني المفردات المعجمية والاصطلاحية وتحديد التفاصيل وتذكوره وتعرف على الأفكار المصرح بها في النص إلى آخره في استنتاج الأفكار غير مصرح بها واستخلاص النتائج تتبع الجزئيات هنا في أي مستوى يدخل؟ أحسنتم هو يدخل في الفهم التحليلي أو التفسيري الفهم التحليلي أو الفهم التفسيري هو استنتاج الأفكار واستخلاص النتائج والتعميم إلى آخره في المستوى الثالث من مستوى الفهم هو الفهم النقدي ممتاز الفهم النقدي وهو التمييز بين الحقائق والإدعاءات كذلك والتمييز بين المعلومات المرتبطة بالموضوع والتحرير التحييز وقوة البرهان وعدمه إلى آخره ثم بعد ذلك الإبداع إذن هذا مستويات الفهم التي سبق أيضا ونتحدث عنها في الدروس السابقة هنا إثنان من خلال الصورة الآتية وضح كيف تحدث عملية فهم مضمون النص لاحظ هنا الصورة ركز الصورة ويمكنك أيضا أن تحضر الكتاب وأن تنظر إلى الصورة معلومات القارئ معلومات النص ومعنى النص هنا معلومات القارئ زائد معلومات النص يساوي معنى النص هنا أيضا كيف تحدث عملية فهم المضمون كيف تحدث عملية فهم مضمون النص جميل عملية فهم مضمون النص هنا تحدث مجموع معلومات القارئ ومعلومات النص مجموع معلومات القارئ و معلومات النص هنا يتكون مفهوم النص المقرؤ و تعني معلومات القارئ المعلومات التي اللازمة فيهم الألفاظ و مصطلحات و الإحالات غير مشروحة في النص كذلك أما معلومات النص في هذه المعنوات التي يعرفها القارئ عن الموضوع مسبقا إذن مجموع معلومات القارئ و معلومات النص يتكون هنا معنى النص المقرؤ يتكون هنا معنى النص المقرؤ أحسنته ثالثاً هنا نلاحظ أكمل مكونات الشكل الآتي طبعاً هذا هو نشاط منزلي لكن لا يمنع أن نجيب عنه هنا نلاحظ هنا القراءة وهذا هو ملخص القراءة ثم الخطوات والعمليات طبعاً هنا القراءة التمهيدية يساوي التصفح وكتبت قراءة أجزاء من المقدمة فحص بنية الكتاب كذلك قراءة العناوين فحص عراف الكتابة فحص الرسوم والجدول هذه القراءة التمهيدية أيضاً هنا القراءة التحليهية الناقدة كتبت لك تمييز بين الحقيقة والرأي تحديد قوة البرهان تحديد مستوى الدقة التنبؤ بمترطبات القرار تحديد أساليب التحييز كذلك التأكد من صدق المقدمات والنتائج هنا خمسة أساليب زيادة تركيز والفهم يريد منك أيضاً أن تضيف هذه أيضاً هنا خمس خطوات القراءة المتعمقة ما هي خطوات القراءة المتعمقة؟ أحسنتم هنا خطوات القراءة المتعمقة هي أستطلع خطوة الثانية هي أسأل أستطلع ثم أسأل بعد ذلك أقرأ للبحث عن إجابة للسؤال ثم أجب ومقصود به أيضاً أنا أجيب من ذاكرتي وراجع وهذه خطوة الخامسة مع أن أراجع للتأكد من الإجابة إذن هذه خطوات القراءة المتعمقة هنا في خمسة أساليب لزيادة تركيز والفهم هنا رسوم التذكر والأسئلة أيضاً جميل هنا التسميع أيضاً هنا زيادة التركيز والفهم يكون التسميع ويكون أيضاً التدوين وكذلك التلخيص إذن هنا القراءة هذا ملخص القراءة سواء قراءة تمهيدية أو خمس خطوات قراءة متعمقة أو قراءة تحريدية أو خمسة تساليم لزيادة التركيز والفهم هنا الخطوات والعمليات التي تتم فيها عملية القراءة رابعاً هنا حاول أن تقدم تفسيراً أكثر عمقاً للمقولات الآتية لاحظ هنا المقولة أنت اليوم حيث أوصلتك أفكارك وستكون غداً حيث تأخذك أفكارك أيضاً ومقولة أخرى من يفهم الناس فهو حكيم ومن يفهم نفسه فهو عبقري أيضاً أيضاً منقولة ثالثة ابدأ حيث البداية واستمر حتى تصل إلى النهاية عندئذ توقف طيب نعود إلى المقولة الأولى أنت اليوم حيث أوصلتك أفكارك وستكون غداً حيث تأخذك أفكارك هنا ما التفسير هنا يقول حاول أن تقدم تفسيراً أكثر عمقاً فسر بطريقتك بإمكانك أن تكتب تفسيراً وزميلك كذلك يكتب تفسيراً وحكذا نقول مثلاً طبعاً هنا التفسير هنا المكانة المقصود بها المكانة التي وصلت إليها بسبب قدرتك على التفكير السليم بسبب قدرتك على التفكير السليم حسنتم هنا إذا أنت اليوم حيث وصلتك أفكارك واستكون غدا حيث تأخذك أفكارك هنا المكانة التي وصلت إليها بسبب هذا التفكير وقدرتك على التفكير السليم من يفهم الناس فهو حكيم ومن يفهم نفسه فهو عبقري فسر هذه المقولة من يفهم الناس فهو حكيم ومن يفهم نفسه فهو عبقري جميل هنا في التفسير فهم النفس أصعب فهم النفس أصعب من فهم الناس يعني أن تفهم نفسك أكثر صعوبة من أن تفهم بالناس ففيهم الناس أسهل من ذلك أيضاً ابدأ حيث البداية واستمر حتى تصل إلى النهاية عندئذ انتوقف هنا بالمقصود وكيف تفسر هذه المقولة تفسيراً حميقاً أحسنتم هنا نقول مثلاً لا بد أن تكون للبداية السليمة حتى تختصر الوقت وتستطيع المواصلة لا بد أن تكون البداية سليمة حتى تختصر الوقت وتستطيع المواصلة خامساً هنا تأمل النص الآتي ثم ناقش زمناءك في دلالاته الحرفية والتفسيرية والتحليلية النص أحضر الأستاذ سلة ثم أخرج كيساً مملوءاً بحجارة كبيرة وصبه فيها حتى امتلأت سأل الطلاب هل بقي في السلة متسع؟ أجابوا لا أخرج الأستاذ كيساً مملوءاً بحجارة صغيرة وصبه في السلة ثم سألهم والآن هل بقي في السلة متسع؟ فأجاب بعضهم ربما ثم أخرج كيساً مملوءاً بالرمل وصبه في السلة وسألهم السؤال نفسه فأجابوا ربما أخرج الأستاذ إبريقا مملوءا بالماء وصبه في السلة فقال الطلاب لم يبقى في السلة متسع قال الأستاذ ماذا نتعلم من الدرس فكر الطلاب وقال أحدهم مهما كان لدى الإنسان من أعمال فسيجد وقتا لأعمال أخرى قال الأستاذ إجابة جيدة لكن الدرس الأهم لو لو نبدأ بالحجارة الكبيرة لما استطعنا أن نضعها في السلة ابدأ بأهدافك الكبيرة أولا هذا نص من النصوص من قصص شعبية من سلسلة التواصل لتعليم العربية لخالد الدامغ وجمعان القحطاني وصالح النصار بتصرف هنا يريد أن تأتي بالفهم الدلالة الحرفية وكذلك الدلالة التفسيرية والدلالة التحليلية أسئلة المستوى الحرفي للنص وأسئلة المستوى الحرفي هنا تعطيك فقط ما الذي ورد فيه النص من خلال الكلام هذا المقصود تقول مثلا جميل أحسنتم هنا أسئلة المستوى الحرفي من هم أطراف القصة أو أقول مثلا ماذا كان داخل الكيس في المرة الأولى أو سؤال أقول كم مرة كرر التجربة كل هذه أسئلة للمستوى الحرفي جميل لإذا ارتفعنا قليلا إلى أسئلة المستوى التفسيري وأردنا أن نفسر نحلل النص هنا لا تعطيك فقط الإجابات التي أمامك وإنما تفسر النص يعني تدخل إلى مضمون النص هذا هو المقصود ما الأسئلة التي تعبر عن ذلك جميل هنا أقول مثلا لاحظ كيف كانت نظرة الطلاب إلى الأستاذ عندما وضع الكيس المملوء بالحجارة الكبيرة في الإناء كذلك ما موقف الطلاب من تجربة الأستاذ في كل مرة وهذا سؤال آخر وي سؤال يعبر عن هذا المستوى ومقصود به التفسير تفسير وتحليل مدارة في النص الذي قد قرأناه سابق هنا أيضا في المستوى الثالث هي أسئلة المستوى التحليلي الناقد هنا نقد تحلل النص وتنقد النص ما الأسئلة التي ترى أنها يعني تعبر عن هذا المستوى وهي المستوى التحليلي الناقد جميل هنا مثلا لاحظ أكتب قصة تربوية مماثلة تهدف إلى تعزيز القيم السامية لدى الطلاب هنا بمعنى اكتب قصة هذا ناقد يعني لأنك تتبين هنا من الذي دار في القصة وما هي أهم المساوئ والسلبيات والإيجابية في القصة وإيضا قارن بين هذا الأسلوب وبين عدد من الأساليب الأخرى الهادفة مبديا رأيك فيها يعني قارن واذكر أساليب أخرى وابدأ الرأي في ذلك سادسا هناك نصوص يمكن أن تقراها بسرعة فائقة وأخرى تحتاج قراءتها إلى قدر كبير من التأني والفهم صنف النصوص طبعا هنا ليس كل شيء يقرأ بسرعة وليس كل نصوص بعض النصوص تحتاج إلى التأني بعض النصوص تحتاج إلى سرعة القراءة هنا صنف النصوص بحسب سرعة القراءة ما النصوص التي تحتاج إلى قراءة سريعة وما النصوص التي تحتاج إلى قراءة متأنية من خلال هذا ما هي أمامك لاحظون ديوان شعر مجموعة قصصية عقد أو اتفاقية مقالة اجتماعية مقالة علمية في مجالة متخصصة تصنف تطبيقات العملية لأحد التقوانين الفيزيائية نص تاريخي يحلل الأسباب مثل أن أدت لسقوط دول العباسية النتائج مترتبة على سقوطها موسوعها علمية تعرف بالمصطرحات والنظريات العلمية في عدد من المجالات المعرفية مقالة افتتاحية لأحدى الصحف اليومية ما الذي يصنف بأنه في القراءة السريعة وما الذي يدخل في القراءة المتأنية جميل هنا في القراءة السريعة قول مقالة اجتماعية في صحيفة نص تاريخي يحلل الأسباب التي أدت لنصوص الدول العباسية مقالة افتتاحية لأحدى الصحف اليومية موسوعها علمية تعرف المصطرحات والنظريات العلمية في عدد من المجالات المعرفية هذه تقرأ قراءة سريعة ويمكن أن تقرأها قراءة سريعة طيب البقية تقرأها قراءة متأنية تدخل في عقد أو اتفاقية وهذه مهمة أن تقرأها بتأني كذلك ديوان شعر تتأمل في المعاني مجموعة قصصية مقالة علمية في مجلة متخصصة كذلك تصنف تطبيقات العملية لأحد القوانين الفيزيائية هذه كلها تقرأ قراءة متأنية تقرأ قراءة متأنية وهذا معنى بحسب الموضوع إذن هنا قراءة سريعة وقراءة متأنية بحسب الموضوعات الواردة جميل هنا ما الأسباب التي تحول دون قراءتنا بأسقصى سرعة ممكنة لدينا وهنا كتبت بسرعة زمناكم كتبوها مباشرة بإمكانك أن تكتكون أسباباً وزميرك أيضاً يذكر أسباباً أخرى ما الأسباب التي تحول دون قراءتنا بأقصى سرعة ممكنة أحياناً نستطيع أن نقرأ قراءة سريعة لماذا؟ هناك أسباب كثيرة منها اختيار الوقت غير المناسب أو قلة الرغبة في القراءة أو اختيار الكاتب الكتاب الخاطئ أو عدم ملاءمة الظروف المحيطة بناء كإزعاج مثلاً أحياناً تركيز يفقد فلا تقرأ قراءة سريعة أو ضعف الإضاءة وغيرها أو مشاكل صحية أو العادات الخاطئة في القراءة كالصوت المرتفع مثلاً أو كثرة إعادة النظر لما قرأناه وغيرها كذلك درجة عمق المعنى أحياناً بعض المعاني غامضة فيها عمق لا تستطيع أن تقرأ قراءة سريعة وأهمية المادة المقروعة وهذه أيضاً مهمة كذلك حجم المعلومات وصعوبة المادة المقروعة حجم المعلومات وصعوبة المادة المقروعة وكذلك مثلاً لو كنت تقرأ يعني لا تستطيع أن تقرأ تقرأ مثلاً لاختبار هنا تتطلب أيضاً القراءة متأنية كما عرفنا في السؤال السابق يتطلب ذلك معنى أنه بحسب الموضوع بحسب أيضاً النصوص لكن هنا أسباب تحول دون أن تستطيع سرعة القراءة أو دون أن ننطلق بقراءة سريعة هذه بعض الأسباب ومكان هناك أسباب كثيرة لذلك أيضاً هنا ثانب من التخيل أنك علمت بموعد اختبار علمت موعد اختبار قبل بدئه بثلاث ساعات يعني عرفت أن عندك اختبار قبل أن يبدأ بثلاث ساعات وأن عدد صفحات الكتاب المقرر ثلاثمائة صفحة كيف يمكنك أن تقرأ هذا الكتاب مع الفهم وتتقدم الاختبار فتجتازه بتفوق اكتب ما تريد وعبر إنه أنك كانت تكتب وزميرك يكتب وكل يكتب ثم بعد ذلك تعرضون ما كتبتم على معلمكم ثم يختار ونقول مثلا معنى هنا لو علمت مثلا بموعد اختبار قبل بدئه بثلاث ساعات وعدد صفحات كتاب ثلاثمائة صفحة كيف يمكنك أن تدخل ولا بد أن تدخل الاختبار أولا أن تكون صورة شاملة هنا استخدم سأليه بالقراءة الشاملة القراءة السريعة القراءة التمهيدية كيف عرفت الخطوات كون صورة شاملة عن بنية الكتاب ثانيا ماذا تفعل عنوين الفصول كذلك العاون والعناوين الفرعية أيضا مراجعة الموضوع أن تراجع مراجعة شاملة ثالثا مثلا توقف اكتب ما تعرفه والمقصود أنك هنا تتذكر ما الذي ستكتبه لأنه ليس لديك ذاك الوقت الكافي أو الكبير رابعا كون أسئلة في ذهنك هنا عن موضوع الكتاب مقصود منها استرجع أهل أغلب المنعومات فأنت تكون أيضا أسئلة عن موضوع الكتاب خامسا اقرأ الفصول قراءة شاملة لأن ليس لديك وقتا أن تقرأ قراءة تفصيلية اقرأك فصول قراءة شاملة بعد ذلك توكل على الله وحافظ على هدوئك وادخل الاختبار بإمكانك بإذن الله أن تجساز هذه المادة مثلا ولو صادفا يعني عرفت بمعد الاختبار قبل بديه بثلاث ساعة هنا تتأثر سرعة القراءة بنوع النص واستأثر أيضا بالهدف من القراءة رتب الأهداف القرائية بحسب السرعة الأكثر سرعة فالأقل قراءة الاستمتاع قراءة لأداء الاختبار قراءة للاطلاع ومتابعة المستجدات قراءة للبحث عن معلومات المعينة قراءة استعداد المناقشة والحوار قراءة للتكوين الموقف قراءة التحليل والنقد الأول مرتبة أرقاما نقول مثلا القراءة للاطلاع ومتابعة المستجدات هذا الأول المستجدات قراءة الثاني للاستمتاع جميل الثالث القراءة للبحث عن معلومات معينة رابعاً القراءة استعداداً المناقشة والحوار خامساً تقول القراءة تكويل موقف أو رأي أيضاً القراءة لأداء الاختبار سادساً سابعاً والأخير وهو الأبطأ وأقل سرعة القراءة للتحليل والنقد القراءة للتحليل إذن أسرعها القراءة للطلاع ومتابعة المستجدات وأكثرها بطئاً هنا القراءة للتحليل والنقد هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين